ولكن مع الشهوط الثاني نشوف احصائيات المباراة وانا بعد كان نرجع للشهوط الثاني اه احصائيات المباراة بتوضح نسبة الاستحواز كانت 53 ل 47 تمريرات النادي الاهلي 403 ل 359 اقلم ال 500 المرات بالضبط دقة التمرير 78 ل 71 التمريرات الطولية 45 ل 43 ولكن عايزين نقف ببعض الارقام المهمة الفوز بالقرار نتيجة الكسافة اللي احمد كان بيتكلم عليها لوسط المقاولين كانت اكبر والمحاولات كانت 10 ل 15 ودي اقل محاولات زي ما قلنا شوط لأول ما انت مادرش تخلق لفرصتي وصعب جدا منافسك يتفوق عليك في المحاولات على مدار الموسم المحاولات النجحة حتى اربعة لسبعة ودقة محاولات المقاولين اكبر عشان كده بنتكلم المباراة كان بيعبها لنادي المقاولين حاجة واحدة غياب التركيز نسبيا هو ده نتيجة الضغط الزئد ولكن لم تكن افضل مباراة النادي الاهلي حسنا فعل النادي الاهلي اللي قدر يركز في الفرص اللي اتيحت لي ودي برضو من مميزات النادي الاهلي وكمان مع وجود باجي ده هيتحسن كتير جدا فكرة انهاء الهجمة احمد كنت بتتكلم على فكرة الفتابان وما بين الشوط الاول والشوط التاني ده حقيقي لكن الشوط التاني طبعا كان اسوأ ما في الشوط التاني هي لقطة الطرد رامي ربيعة مش فقط هي ما اثرتش بشكل ايجابي سلبي على النادي الاهلي خلال المورال انت قدرت تسجل هدف التاني بعد الطرد ولكن انت عندك المورال المحلية الجاية مع نادي بيرامدز وطبعا كنا محتاجين رامي ربيعة جدا اه الكرة تحسب عليه اتنين فاول بشكل غريب جدا على حدود منطقة الجزاء واحد امام المرمى وخارج منطقة الجزاء الكورتين مفهومش اي فاول ولا او كان كابتن رامي ربيع عنده انذار فانفعل على الظلم اللي هو استشعره في احتساب فاولين وربعض مفهومش اي حاجة ولكن ده كلفنا اننا نخسر لعب مهم جدا وركيزة اساسية وتقريبا هو من وجه نظر الشخصية افضل قلب يدفع في مصر حاليا كابتن رامي ربيع في غيريب في مباراة مهمة جدا 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 وهي مباراة بيرامدز ولكن كل التوفيق للبدائل شفنا محمود متولي لعب المباراة في مركز 6 وشفنا ياسر ابراهيم بدأ يعود مع وجود ايمن اشرف فان شاء الله نقدر نعود الغياب ولكن بس كابتن رامي ربيع لازم ياخد باله من النقطة دي لان وجوده مهم جدا في التشكيلة الاساسية طبعا كابتن وليد سليمان في مع تقلق واضح جدا لعمر السلية وبالنسبة لبعض جمهير النادي الاهل مش عايزين يكون الحكم دايما المسبق وناخد على طول الخط سواء اللعب اجاد او لم يجيد كابتن عمر السلية بيقدم موسم مع ريني فيلر مميز جدا جدا وبيقدم اخر فترة حلول كبيرة جدا لكل ازمات النادي الاهل في خط الوسط في غياب حمد فتحي وغياب بعض النجوم الفريق وبعض الاوقات اللي بيكون فيه رقابة للسيقة على مجد افشا بيكون دايما عمر السلية هو الحل في التمرير لكل لعبي خط وسط النادي الاهل بالاضافة كمان لما بيزيد داخل منطقة الجزاء بيشكل خطورة جدا النهاردة في مبارات المولين صنع اتنين اسست وقبلها صنع في مبارات طنطة اسست مميز جدا لكهربا فشوية دعم لكل من يجيد داخل الملعب مش عايزين دايما الحكم يكون مسبق لو لعب في مباراة ما كانش كويس نفضل نحكم عليه بعض المباريات بالشكل ده حتى لو اجاد اعتقد ايجادة الكابتن عمر السلية خطواتها يا فارس تحديدا في مبارات المولين وصنع اتنين اسست وبالنسبة الناس اللي بتقول ممكن تكون مبارات المولين سهلة انت بتقابل التاني على الدوري احنا مش تقلق اللعف ايه مباراة جماعة مش شرط فكرة المباراة سهلة زي ياسر ابراهيم لما تكلمنا قبل كده عن تقلقه والناس اتكلمت ان المباراة بتاعة التانتكات مباراة سهلة لا طبعا ما انت عندك مباراة سهلة بعض اللاعبين حتى في المباراة سهلة بيقدموش مستوى ايجابي فما نقدرش نقول كده ولكن نتمنى من عمر السلية فعلا اه مستوى ايجابي الحفاظ على المستوى ان انت الجمهور يبدأ يحس انك بتشيلي الفريق في المناسبات الكبرى شكرا